حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أعرف لماذا خلق الله النمل بوصفي نملة ولكنني فشلت أن أعرف لماذا خلق الله الإنسان هذا المخلوق الغريب المدهش وأحيانا هذا المخلوق المزعج يسير هكذا بلا مبالاة يطأ بأقدامه مئات من جيوش النمل يحطم بخيله آلافا من النمل دون أن يحس أو يشعر دون أن يعرف أو يدري دون أن يدرك دون أن يلاحظ دون أن يفهم دون أن يغضب أو يحزن أي قسوة تنطوي عليها اللامبالاة حين لا ترى ولا تسمع نحن نحمل حبة الأرز في نصف يوم كامل ليست حياتنا سهلة أحيانا نعثر على قطعة من السكر ويجتمع مجلس الخبراء الأعلى في الأمن الغذائي هناك بعض فتاة السكر أين على بعد ألف مسيرة نملة من شجرة التفاح كم نملة تلزم لنقلها؟ عشرة آلاف احشدوا جيشا من خمسين ألف نملة لماذا نسرف في حشد جيوش النمل؟ لأن الإنسان يسرف في تحطيمنا دون سبب أو مبرر لا أريد أن أسرف في الحديث المفروض أنني نملة والنملة شيء صغير حشرة صغيرة والاختصار جزء من طبيعتنا والحكمة جزء من طباعنا وما قل ودل هو شعارنا في الحياة ورغم أن حجمنا لا يتجاوز ملي مترين إلا أن الله الرحيم الكريم عوضنا عن صغر الحجم وضعف الجسد بموهبة التنظيم والإدارة وإجراء الحسابات الدقيقة نحن لا نأخذ على غرة لا تدهمنا المفاجأة نؤمن بقضاء الله وقدره ونعرف أن كوبا من الماء يستطيع إغرق جيش من النمل ولكن إيماننا بالله لا يمنعنا من إجراء حسابات وعمل دراسات للجدوى وتنظيم كل شيء وإدارة كل شيء بإحكام بل إننا نفهم أن الإيمان بالله يقتضي هذا ويستوجبه فإن للكون قوانين لا تنكسر لأحد ولا تخرج على طبيعتها لمخلوق لا أريد أن أطيل عليكم كنت نملة من نمل الحراسة في واد النمل هل تعرفون أين يقع واد النمل؟ أنتم لا تعرفون أين يقع واد النمل هذا أفضل من الأفضل أن تخبئ المخلوقات الصغيرة أو ديتها حرصاً على حياتها إن الظن السائد أن ضآلة حجم المخلوقات يشك أن يكون سبباً في هلاكها ووسط غابة الحياة الدنيا إما أن تكون ذئباً أو تأكلك الذئاب وإما أن تكون نمراً أو تأكلك النمور أليس هذا ما يقوله البشر؟ ماذا يفعل النمل في الدنيا إذن؟ وهو يكاد يكون أصغر الخلائق إن رحمة الله تعالى أجابت على السؤال فلم تعد لنا حاجة أن نصير ذئاباً لكي لا تأكلنا الذئاب لقد زودنا الله تعالى بحياة مدهجة وليست هناك كائنات يبلغ التخصص فيها ما يبلغه من الدقة في عالم النمل إن رحمة الله تعالى أجابت على السؤال فلم تعد لنا حاجة أن نصير ذئاباً كي لا تأكلنا الذئاب لقد زودنا الله تعالى بحياة مدهجة وليس هناك كائنات يبلغ التخصص فيها ما يبلغه من الدقة في عالم النمل إن النمل لا يعيش وحيداً إنما يعيش في مستعمرات يبلغ عددها مئات الألوف وتقسيم العمل بيننا قاطع وواضح إن عمل الإناث مثلاً لا يمكن للذكور القيام به وعمل الشغالات لا يمكن لغيرهم أن يؤديه إن النمل لا يعيش وحيداً إنما يعيش في مستعمرات يبلغ عددها مئات الألوف وتقسيم العمل بيننا قاطع وواضح إن عمل الإناث مثلاً لا يمكن للذكور القيام به وعمل الشغالات لا يمكن لغيرهم أن يؤديه ومدننا تقع تحت الأرض وهي مدن تتصل بشبكات معقدة من الطرق التي يستحيل على غير النمل أن يثير فيها ونحن نبني مدننا تحت الأرض على أعماق تكفي لإبعاد أي خطر محتمل ونحن ثلاثة أنواع الإناث والذكور والشغالات وكل جنس منا يولد وهو يعلم وظيفته تماماً وليس هناك من يعلمنا كالبشر نحن نتعلم مباشرة من الله تلقت أول نملة خلقها الله كل علم النمت وورثته للأحفاد لا تكاد النملة منا تولد حتى تعرف الجنس الذي تنتمي إليه وتبدأ على الفور بآداء كل وجبات هذا الجنس لا نتضرر ولا نطمح ولا نطمع ولا نحلم لا تنبت لنا أجنحة إلا عندما نحب في موسم التزاوج وحده تنبت لنا أجنحة وما يتصوره الناس إنه جنس خاص من النمل الطائر ليس في الحقيقة إلا الذكور والإناث في موسم الحب وعندما ينتهي الموسم يسقط الذكر على الأرض ويموت لقد انتهت مهمته ولم تعد لحياته معنا وبموت الذكر تبدأ مهمة الأنثى تقرد أجنحتها لأنها لن تحتاج إليها مرة أخرى ثم تقوم بعمل عشها في الأرض وطبيض وهذا العش الصغير هو الذي سيصير فيما بعد مستعمرة من مستعمارات النمل وهي مستعمرة يمكن أن تصير مستعمرات وتتحول إلى واد من أودية النمل ويقع هذا الوادي فوق الأرض وتحتها ويضم مساكن لكل فرد فيه ويضم الأنواع اللازمة لإقامته ويضم نسبا محددة لكل نوع من الأنواع فيه ومن الأسرار التي لم يكتشفها العلماء عنا بعض ولا أظن أنهم سيكتشفونها السؤال التالي لماذا ينمو النمل ويعطي أجناسه المختلفة من ذكور وإناث وشغالة بأعدادها المحددة لماذا تبيض النملة الأم بيضاً يفقص عن شغالات؟ ولماذا تنمو هذه الشغالات بحيث توفر للنملة الأم أن تتفرغ بعد ذلك لوضع ملايين البيض بقية عمرها؟ ولماذا تبيض الأم الذكور بعد ذلك؟ ولماذا تبيض الإناث بعد ذلك؟ ولماذا تختار هذا العدد المحدد من الذكور وهذا العدد المحدد من الإناث؟ بحيث يكفي مجموع الأعداد لاستمرار الحياة وانتظامها بشكل مدهش هل تحسب النملة الأم وهي تبيض كل هذه الحسابات التي لا يستطيع أي عقل مشاري أو إلكتروني أن يقوم بها؟ هل تفعل النملة ذلك؟ إن البشر لا يستطيع التحكم في نوع الجنين ولكن النمل يفعل هذا بمنتهى البسطة ويفعله دون أن يعرف أنه يفعله ولسوف يقف العلماء أمام هذا السر المثير لعالم النمل وسوف يظل السر غامضا عليهم وأنا لا أعرف جواب هذا السر سأكتفي بالقول أن الله الرحيم الكريم قد علم قبل خلق النمل ما سوف نلقاه من البشر وعلم الله تعالى إن قدم طفل من أطفال الأدميين تستطيع أن تقتل ألف نملة دون قصد لو صارت في مستعمرة للنمل ولهذا السبب زودنا الله بما لم يزود به البشر وهدانا لما لم يهد إليه البشر ومنحنا أسلحة تعين على البقاء في عالم لا يهدأ فيه صراع البقاء لحظة أحدثكم الآن عن نفسي قليلا ولدت نملة شغالة نملة كادحة نولد على هيئة البيض ثم نصير يرقاط ثم عذارة ثم نعرف بعد ذلك جنسنا الذي ننتمي إليه عندما فقصت البيضة التي كانت ملاذا لي غسلت الأم ليرقى بلسانها وقدمت إليه الطعام الذي اختزنته في معدتها وقامت بحمايتي من الأذى حتى كبرت بعد أن كبرت أدركت أنني نملة من نمل الحراسة إن النملة من الشغالات يعمل في مهام كثيرة هناك خدم لتنظيف المستعمرات وهناك جند لحماية المستعمرة وهناك شرطة للحراسة أنا من شرطة الحراسة قائدة في شرطة الحراسة راقبت في بداية الحراسة مستعمرتنا التي كانت تنمو ببطء مثير ولكنه يشبه القانون في ثباته وتقدمه هناك خدم لتنظيف المستعمرات وهناك جند لحماية المستعمرة راقبت الشغالات ألا إن يقمنا بمهمة المرضعات للصغار راقبت الشغالات ألا إن يحلبنا بقر النمل نعم نحن نحلب حشرات المن التي تصنع رحيق العسل مثلما يحلب الآدميون البقر راقبت البنائين من الشغالات وهم يحفرن أنفاقا ومساكين تحت الأرض كنت مسؤولة عن الأخطار الخارجية وهي تتلخص في كلمات متعددة أخطرها هي البشر نعم هناك مئة الأخطار التي تهدد النمل من قوة الطبيعة وأول هذه الأخطار هو المطر نحن مخلوقات لا تعرف السباحة في الماء نحن نغرق في الماء ولا يكاد البرق يبرق ويرعد الرعب من بعده حتى نطلق صرخة التحذير ونعلن حالة الطوارئ ويهرع النمل جميعا إلى مساكنه تحت الأرض ونعلن حالة الطوارئ ويهرع النمل جميعا إلى مساكنه تحت الأرض ونرقب نحن شرطة الحراسة الموقف من مناطق بعيدة عن المطر ولكنها أقرب إليه من بقية مساكن النمل عندما ينتهي المطر لا نهرع إلى سطح الأرض نظل في مساكننا نرقب الموقف وننتظر ظهور الشمس والشمس مخلوق غريب لم يره واحد منا قط ولكننا نشعر بوجودها لأنها تأكل أعظم الأخطار التي تهددنا إن الشمس تأكل الماء لا تكاد الشمس تظهر في مكان فيه ماء حتى يبدأ أمر مثير لا ندريه نحد ويتمثل هذا الأمر في أن الشمس تشرب الماء إن الماء يختفي حين تظهر الشمس أين يذهب؟ هل يتبخر؟ ما معنى ذلك؟ إننا نفاجأ دائما بعد ظهور الشمس أن البحيرات التي صنعها المطر تختفي وهذا السر يحيرني كثيرا حين أتأمل الأشياء في أوقات فراغ من الحراسة لم أفهم لم أعرف لم أدرك هكذا مضيت أسبح الله تعالى وأنا أعلن عدم فهمي أو إدراكي لحكمته كل ما أعرفه أن الله رحيم بالنمل ومن آيات رحمته فهل الشمس في المياه ولكن كيف تفعل الشمس ما تفعله في المياه؟ هذا سر أعترف بعجزي عن حل غموضه بعد المياه في الخطورة يجيء الإنسان الإنسان يدمرنا ويقتلنا وأسحقنا وهو لا يحس وهو لا يشعر لماذا لا يحس الإنسان؟ لماذا لا يشعر؟ اجتمع نمل آلاف الاجتماعات وبحث هذا السؤال كانت النتيجة أن الإنسان يسحقنا بأقدامه لأنه لا ينظر في الأرض وهو يسير إنما ينظر أمامه أو خلفه أو حوله ولكنه نادرا ما ينكس رأسه ما أشد كبرياء هذا المخلوق المسمى بالإنسان لو أنه نظر تحت أقدامه لما وقعت الكوارث التي وقعت خلال تاريخ النمل الطويل أعترف أنني صدفت في حياتي الطويلة بشرا أو اثنين من البشر كانا يسيران وهما ينظران في الأرض كانا عبدين زاهدين لله وكان تواضعهما يأخذ شكل رحمة تنتد آثارها إلى النمل لا أعرف اسم الرجل الثاني ولكن اسم الرجل الأول كان هو النبي الملك سليمان الحكيم عرفت سليمان الحكيم لأن معرفته كانت جزءا من مهمتي في الحراسة وحراسة أودية النمل لا تقع داخل أودية النمل ذاتها هناك حراسة ثابتة لنمل يأخذ مواقع داخل المستعمرة وهناك حراسة متحركة تدب بعيدا عن المستعمرة وترصد أي تحركات يمكن أن تؤثر على وادي النمل كانت حراستي من هذا اللون تحركت أدب ذات يوم صرت طويلا طويلا فقطعت ما يسيره الإنسان في دقائق لم أشعر باليأس ولا أحسست بالكراهية تجاه جنس الإنسان ميزة النمل إنه صغير الحجم كبير في تصرفاته نعم أعترف أنني نملة حكيمة والحكمة أفضل من الثراء بما يصاحبه من غرور وأفضل من الفقر بما يتبعه من كراهية سرت أدب خطوة بعد خطوة نسبح الله ونحن نسير وأحيانا نتوقف ونغير اتجاهنا ونسير خطوة ثم نعود إلى مسارنا الأصلي هذا الذي يراه البشر عجيبا في تصرفات النمل له حكمة نحن نسبح الله في الاتجاهات الأربعة وحيثما نولي فثم وجه الله تعالى أعرف ذلك وهذه هي المعرفة التي تنبع منها شجرة الحكمة صادفت شجرة بعد سير طويل صعدت إلى الشجرة وقفت نظرت سبحت الله واستدرت ونظرت تجمدت نظراتي كما يتجمد النمل إذا سار فوق العسل دهمني خوف مفاجئ كان هناك ألف ألف خطر لم يسفر عن وجهه بعد كان هناك جيش رهيب يتجمع لم يكن هذا الجيش عاديا ولا كان كجيوش هذا الزمان الأصل أن يكون الجيش جنودا من البشر إن جيش النمل جنود من النمل فقط لم يكن أمامي جيشا من البشر كان هناك جيش من الجن والإنس والطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صفوف لا نهاية لها من البشر وصفوف لا نهاية لها من الحيوان وصفوف لا نهاية لها من الطير وريح تتجمع ويبدو أنها مسخرة لهذا الجيش ثم صفوف من الجن والجن مخلوقات غير مرئية نحسها نحن النمل ولا نراها ولا نشغل أنفسنا بها ملأتني الرحبة حين شهدت جيش سليمان لو صار هذا الجيش في ودي النمل فهذا معناه أن ودي النمل سوف يهلك سوف يتحطم وسيتم هذا بغير أن يشعر الجيش نزلت من على الشجرة أسير بسرعة الخضر هذه هي أقصى سرعة للنمل ولنا خمسة أنواع من السرعة هذه أقصاها فتحت سرعتي على النهاية القصوى ونزلت من الشجرة كنت أطلق في نفس الوقت رائحة لها مدلولها في عالم النمل ويعني إطلاق هذه الرائحة تحذير النمل وتجمعه فورا على مشارف المستعمرة هرع كل النمل الذي كان يعمل خارج المستعمرة عائدا إليها على الفور وصلت إلى وادي النمل كان هناك اجتماع طارئ للمسؤولين عن حراسة المستعمرة جمعتهم رائحة الخطر التي أطلقتها وقفت أقدم تقريري لأعلى مسؤول في مستعمرة النمل كان هذا المسؤول نملة صامتة ولكنها قديرة على اتخاذ قرار سريع في أقل من لمح البصر قلت هناك جيش قريب يتجمع قالت النملة المسؤولة كم عدد البشر قلت ليس الجيش من البشر وحدهم قالت النملة المسؤولة وهي تحق رأسها بيديها ليس الجيش من البشر قلت هناك جيش من الجن والبشر والطير إن عقد اجتماع من أعلى المسؤولين في مستعمرة النمل واستمر الاجتماع ثوان قليل صدرت لجميع النمل داخل المستعمرة وخارجها كانت الأوامر الصدرة للنمل داخل المستعمرة أن يبقى في مساكنه وبدأت الشغالات في تهوية المساكن توطئة لاحتمال البقاء فيها فترة طويلة صدرت الأوامر للنمل خارج المستعمرة أن يعود بأقصى سرعة إلى مشارف المستعمرة أقيم نظام مزدوج للحراسة الخارجية كان مكاني فوق تل صغير في أحوال الحراسة العادية ولكن مكاني تغير في هذه الظروف الاستثنائية وصعدت على فرع شجرة ووقفت أنظر كانت نظراتي تتجه إلى الأفق طريق لا بد أن يسير منه جيش سليمان إذا أراد أن يعبر المنطقة لم أقف طويلا بعد فترة من الوقت ظهرت صورة الجيش كانت صغيرة كالنمل من على البعد ثم راحت تكبر قلت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لم أكد أطلق صرخة التحذير حتى هرع النمل إلى مساكنه لم يدهشني ذلك وقع في نفس الوقت حدث آخر أدهشني هذا الحدث كثيرا توقف سليمان فوقف جيشه نظر النبي سليمان إلى الشجرة التي أقف فوقها وتبسم ضاحكا أدهشني ما حدث كل الدهشة أيمكن أن يكون هذا الإنسان قد فهم ما قلته؟ إن ابتسامته تحمل مذاق العسل وتبدو مبطنة بالرحمة التي لا نحسها إلا من النمل تجاه النمل أحسست أن سليمان فهم ما قلت ولهذا توقف فجئت به ينحني برأسه ويقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أدركت أنه يخاطب الله ويصلي زادت دهشتي زاد هو من دهشتي حين التفت إلي وقال يخاطبني بلغتي لا تخافي لن يحطم الجيش وادي النمل سنميل في سيرنا بعيدا عن الوادي قلت له وأنا لا أكاد أصدق سمعي من أنت يا سيدي إنك تتحدث لغة النمل قال أنا عبد الله ونبيه سليمان أبي هو داود النبي علمنا الله منطق الطير والحيوان قلت له أنت نبي وابن نبي قال نعم قلت له وتقول لله أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال نعم قلت له ترى مقام العبودية أعلى من مقام النبوة قال سليمان لا ليس هناك مقامان أيتها النملة ذروة النبوة هي العبودية وهي المقام الأخير في شرف البشر قلت له أيها العبد الصالح سأدعو الله أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين لماذا لا تدعو لي أنت قال سليمان وهو يبتسم لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة لكنني أحس بما يشبه الوحي أن الله تعالى سيجعل من كلماتك التي تحذرين بها النملة آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم التفت سليمان إلى جيشه وقال ميلوا عن واد النمل وتقدموا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل أعرف لماذا خلق الله النمل بوصفي نملة ولكنني فشلت أن أعرف لماذا خلق الله الإنسان هذا المخلوق الغريب المدهش وأحيانا هذا المخلوق المزعج يسير هكذا بلا مبالاة يطأ بأقدامه مئات من جيوش النمل يحطم بخيله آلافا من النمل دون أن يحس أو يشعر دون أن يعرف أو يدري دون أن يدرك دون أن يلاحظ دون أن يفهم دون أن يغضب أو يحزن أي قسوة تنطوي عليها اللامبالاة حين لا ترى ولا تسمع نحن نحمل حبة الأرز في نصف يوم كامل ليست حياتنا سهلة أحيانا نعثر على قطعة من السكر ويجتمع مجلس الخبراء الأعلى في الأمن الغذائي هناك بعض فتات السكر أين؟ على بعد ألف مسيرة نملة من شجرة التفاح كم نملة تلدم لنقلها؟ عشرة آلاف احشدوا جيشا من خمسين ألف نملة لماذا نسرف في حشد جيوش النمل؟ لأن